بسم الله الرحمن الرحيم سأقوم في هذا المقطع بشرح مشروع الوحدة المطلوبة في الوحدة الثالثة من منهج المهارات الرقمية للصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الأول حيث أن المطلوب أن تتخيل نفسك مديراً لمتجر وستنشئ برنامج يسمح للمستخدم بإضافة عناصر إلى قائمة المتجر وإزالتها وعرضها فنحتاج هنا أن نتعامل مع القوائم بداية ننشئ قائمة فارغة لنسميها x مثلاً ثم نستورد نموذج date time وبذلك نكون قد انتهينا من النقطة واحد واثنين في النقطة السادسة يطلب منا إنشاء قائمة رئيسية تمنح المستخدم خيار الإضافة أو الإزالة من القائمة أو العرض وإنشاء ذلك في حلقة while إذن يمكن استخدام while true ونعرض القائمة الحالية ثم نطلب من المستخدم أن يختر الإجراء الذي يريد يختر رقم واحد عند إضافة عنصر للقائمة يمكن أن أنسخ هذا السطر وألصقه بالأسفل وأكتب أن رقم اثنين هو عبارة عن إزالة عنصر بنفس الطريقة رقم ثلاثة عبارة عن عرض القائمة وأخيراً رقم أربعة للخروج من الwhile والخروج عموماً من الرن لا بد لنا من input حتى يدخل المستخدم خياره فيمكن أن أعرف متغير أسميه choice بمعنى الخيار وأضع فيه ما سيدخله المستخدم ثم نبدأ بالf لدينا هنا عدة خيارات إذن لا بد من f والف إذا كان هذا الخيار مساوي للواحد أي أن المستخدم يريد إضافة عنصر إلى القائمة فإننا سنعرف متغير نسميه item ونطلب من المستخدم أن يدخل العنصر الذي يريد إضافته ثم نستخدم app-end ونضع هذا الـ item في القائمة أما إذا أدخل المستخدم رقم 2 فإننا سنطلب من المستخدم أن يذكر العنصر الذي يريد حفه بمعنى أنه مثل هذا السطر ولكن بدلاً من إضافته حذفه أو إزالته ثم نستخدم دالة remove ونحذف الـ item الذي أدخله المستخدم وإذا أدخل المستخدم الخيار الثالث رقم 3 فمجرد طباعة لعناصر القائمة مع عبارة عناصر القائمة وإذا اختار المستخدم الخيار الرابع فسيتم الخروج من هذه الـ while وطباعة عبارة وهي شكراً لاستخدامك البرنامج مع طباعة تاريخ اليوم نجرب البرنامج الآن ننقر في البداية على رقم 1 نريد إضافة عصير مثلاً إذن القائمة الحالية فيها عصير نريد أيضاً إضافة بسكويت نلاحظ أن القائمة الحالية أصبح فيها عصير وبسكويت نريد الآن إزالة العصير فسأختار رقم 2 وأكتب عصير تمت الإزالة نلاحظ أن الآن القائمة الحالية بدون العصير ولو نقرنا على رقم 3 لعرض القائمة فإن ما سيظهره عناصر القائمة هي بسكويت فقط ورقم 4 للخروج مع طباعة رسالة شكر وتاريخ اليوم أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر